السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء اليوم سوف نأخذ درسا جديدا من دروس مادة الرياضيات وقبل أن نبدأ بدرسنا لهذا اليوم هيا نقوم بمراجعة سريعة لما تم أخذه في الحصة السابقة وتعرفنا سابقا عن الكسر بوصفه جزءا من الكل وقلنا أن الكسر يتكون من البسط المقام وخط الكسر أمامك شكلان دائرة قسمت إلى خمسة أجزاء ولون منها ثلاث قلنا دائما ثلاثة تعبر عن البسط عدد الأجزاء الملونة والخمسة هي تعبر عن المقام عدد الأجزاء التي يقسم إليها الشكل إذن نكتب ثلاثة على خمسة وتقرأ ثلاثة من خمسة أو ثلاثة أخماس أمامك مربع قسم إلى عشرة أجزاء متساوية إذن المقام كم عدد الأجزاء التي قسمت إليها الشكل وهي عشر وهي المقام إذن عشرة أجزاء كم عدد الأجزاء التي ظللت أربعة إذن أربعة من عشرة أو تقرأ أربعة وأعشر إذن البسط هو أربعة والمقام هي عشرة درسنا لهذا اليوم تحت عنوان الكسر بوصفه جزءا من المجموعة لنرى أمامنا يا ثالث باقة مكونة من مجموعة من الورود صفراء وحمراء درسنا يا ثالث يعبر عن الجزء عن الكسر بوصفه جزءا من المجموعة إذن لدينا مجموعة هذه المجموعة هي باقة من الأزهار هذه الأزهار يوجد لدينا في الباقة وأزهار صفراء وأزهار حمراء إذن إذا بنعبر عنها بتكون هي عبارة عن إيش هذه المجموعة بتكون نعبر يا ثالث عن جزء من المجموعة متشابهة العناصر بنعبر عن جزء منها الكسر الذي دال على مثلا عندك الكسر الدال على جميع الباقة كم عدد الأزهار جميعها؟ ستة كم عدد الأزهار الحمراء؟ أربعة إذن أربعة من ستة إذن أربعة تعبر عن عدد الأزهار الحمراء والستة على عدد الأزهار الكلية إذن كنا نقول سابقا يا ثالث أنه عندي هذا الشكل قسم إلى مجموعة من الأجزاء كم عدد الأجزاء التي قسم إليها الشكل مثلا ستة كم عدد الأجزاء التي لونت أربعة نحكي أربعة من ستة أما لأ هان عندنا كوصفه جزءا من المجموعة عندي مجموعة من العناصر المتشابهة مثلا هذه باقة زهور جميعها من الأزهار بس في عندي أزهار حمراء وأزهار صفراء كم عدد أنا بحكي لك شو الكسر الدال على عدد الأزهار الحمراء بتعدلي كم عدد الأزهار الحمراء هي أربعة على جميع الباقة أو المجموعة كاملة هي ستة إذن أربعة من ستة وهي عدد الأزهار الكاملة إذن المقام عدد الأزهار كاملة أو عدد المجموعة كاملة والبص كم على حسب مثلا اللون عدد المجموعة عدد العناصر الموجودة فيها تمام؟ إذن أربعة من ستة تقرأ أربعة وأسداس أو أربعة من ستة طيب عندك فكر اكتب الكسر الدال على عدد الأزهار الصفراء إذا بروح للباقة بنتشوف كم عدد الأزهار الصفراء أول إيش بحط خط الكسر بطلع عدد الأزهار الباقة كام لك أكمل مجموعة 6 كم عدد الأزهار اللي باللون الأصفر 2 مقة 2 من 6 أو تقرأ 6 إذن 2 من 6 أو تقرأ 6 إذن أعيد مرة أخرى إذن يا ثالث عندنا أخذنا بالحس السابقة الكسر بوصه جزءا من الكل عندي دائرة أو مربع شكل قصي الى مجموعة من الاشكال الى مجموعة من الاجزاء كم عدد الاجزاء التيachen The المقام ، كم عدد الاجزاء الملونة 4 نحكособه من strangely for 4 I can say 48 اما هنايا الثالث الكace من يوصفة كهو جزء من المجموعة عندي مجموعة من الازهار مجموعة من الاقلام مجموعة من البرية حسب اذا انا بعطيك مجموعة فاتلما من العناصر المتشابهة بتكون مجموعة منА istaki ا المو اج ال 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 المو ال 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 كم عدد الأزهار مثلا أخذت لك الحمراء تعدي لي كم وردة حمراء حكيت لك الصفراء تعدي لي كم وردة صفراء إذن عدد الوردات الصفراء هم 4 وعلى الباقة كاملة هي 1 2 3 4 5 6 إذن 6 نحكي 4 من 6 وتقرأ 4 وأزداس لو جيت لك حكيت لك ما عدد أكتب الكسر الدال على عدد الأزهار الصفراء بروح للمجموعة كاملة كم عدد الأزهار موجود فيها هي 6 هي المقام بحط خط الكسر البسط كم عدد الأزهار وهم بدهم اللون باللون الأصفر بروح للمجموعة بعد كم من زهرها صفراء باللون الأصفر هي 2 2 2 6 وتقرأ 6 هيا نكمل رح ناخد مجموعة من الأمثلية ثالث إذن أمامك مجموعة من الأمثلة بحكي لك عندي شكل مكون من 15 زهرة كم زهرة عندي لونها باللون الأحمر 8 زهرات حمراء و7 زهرات زهرية إذن عندي مجموعة من الأزهار هذه المجموعة من الأزهار قسمت إلى قسمين في عندي أزهار باللون الأحمر وعندي أزهار باللون الزهري العدد الأزهار اللي باللون الأحمر سواء ثمانية وعدد الأزهار اللي باللون الزهري سبعة بحكي لك اكتب الكسر الدال على عدد الأزهار الحمراء أول إشي اكتب الكسر الدال على عدد الأزهار الزهرية إذن أول إشي كيف ده بلش أول إشي يا ثالث بحط خط الكسر بحط خط الكسر بطلع عدد الأزهار المجموعة كاملة كم من زهرة إذن جميع الأزهار الحمراء مع الزهرية 15 إذن بحط المقام عدد الأزهار جميعا وهي 15 طب عدد الأزهار الحمراء كم عدد الأزهار الحمراء؟ 8 أحسنتم إذن عدد الأزهار الحمراء بدي بس لأزهار الحمراء 8 إذن بكتب 8 من 15 إذن عدد الأزهار هي البص البص 8 من 15 طيب الكسر الدال على عدد الأزهار الحمراء 8 من 15 الى المجموعة 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 الم كم زهرة عندي كم عدد الازهار كاملة سواء حمراء او زهرية كم عدد الازهار الزهري حددت لك اللون بتعدلي كم من زهرة زهرية زهرية كانت سبعة كم من زهرة حمراء ثمانية من خمستاش اذا سبعة من خمستاش ثمانية من خمستاش عندك كمان يا ثالث مثال مجموعة من الارانب هاي المجموعة قسمت الى قسمين مجموعة الارانب لونها ابيض وارانب باللون الزهري عدد الارانب كاملة 18 ارنب اذا عندي 18 ارنب اي عدد الارانب اللي باللون الابيض هم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اذا 10 ارانب باللون الابيض وثمانية ارانب باللون الزهري المطلوب منك الكسر الدال على عدد الارانب البيضاء وعدد الكسر الدال على عدد الارانب الزهري اذا امامك مجموعة هاي المجموعة مجموعة من الارانب عددها كامل المجموعة الارانب سواء باللون الاحمراء باللون الابيض او باللون الزهري عددهم 18 ارنب بحكي لك العشرة 10 ارانب باللون الابيض وثمن ارانب باللون الزهري ما هي الكثرة الرحلة حتى دائرة الى البيضاء اللي باللون الأبيض المجموعة كاملة وهي المقام 18 الكسر الدال على عدد الأرانب الزهرية لا بروح الأرانب الزهرية كم عددهم؟ 8 على عدد المجموعة كاملة 18 أرنب موجودين سواء أبيض أو أحمر تقرأ 10 من 18 و 10 من 18 إذن بدنا نحل السؤال الموجود في صفحة 63 المطلوب منك يا ثالث أنك تكتب الكسر الدال على الجزء المضلل عندي مجموعة من الأسطوانات هذه الأسطوانات بدي كم عدد الأسطوانات كاملة اللي بالمجموعة 1 2 3 4 5 6 7 إذن عندي 7 أسطوانات طيب كم عدد أسطوانة ملونة؟ كم واحدة من الأسطوانات الملونة؟ إذن نبدي الأجزاء الملونة كم واحدة ملونة؟ 3 إذن وأكمل عدد الأجزاء إذن 3 وعدد اللي مش ملونة 4 إذن بدي الكسر بس الأجزاء الملونة كم واحدة عندي ملونة؟ المقام سبعة جميع الاستوانات كاملة ثلاثة ثلاثة ن Gift Pack مطلوب منك انك لكalan يكتب تلك الس boş لمسك ال alar المقام سبعة عدد الاستوانات كاملة كم واحدة عندي ملونة ثلاثة هى البسط لاني بده جزء المضلل ثلاثة من سبعة وتقرأ ثلاثة أسبعة عندي ثالث ثلاثة من سبعة عندي مجموعة من الفرولا عندي تنتين لونهم عددهم كلهم ثلاث عدد المجموعة كاملة تنتين منهم لونهم باللون الأحمر اذا عندي واحدة ملونة اذا المطلوب مني ان اكتب الكسر الدال على الجزء المضلل يضح المقام كم عدد الفرولا كم من المجموعة؟ وعيد مرة اخرى سأعيد يتعلق المطلوب إن تكتب الكسر الدال على الجزء المضلل عندي مجموعة من الاسطوانات عددها سبعة عدد الأجزاء المظللة منها ثلاث يريد التكسر الدال على عدد الأجزاء المظلل سأكمل السؤال ثلاثة من 7 عدد المجموعة كاملة م projeto ليس مثلsınız السؤال عندي مجموعة من الكتب عدد الكتب كامل أربعة المضلل منها أو الملون منها واحد إذن بحكي ربع أو واحد من أربعة هيا نكمل السؤال التالي إذن تقرأ ربع ثلاثة وأسبع ثلثان أو ثلاثة من سبعة أو ثلاثة من ثلاثة أو واحد من أربعة وتأمل الشكل التالي ثم أجب عن الأسئلة التي تليها عندي مجموعة يا تالت مجموعة من الأولاد في عندي ثلاث بنات وأربع أولاد إذن المجموعة فيها مجموعة من الأطفال فيها ثلاث أولاد أي ثلاث بنات وأربعة أولاد بدي العدد الكل للأطفال جميعهم هم سبعة ثلاثة زائد أربعة سبعة إذن عدد الكل للأطفال هم سبعة كم عدد البنات الموجودين؟ ثلاث بنات كم عدد الأولاد الموجودين هم أربعة بدي الكسر الدال على عدد الأولاد اللي بيمثل بس عدد الأولاد أول إشياء ثالث أكم من ولد عندي أنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة كم من بنت عندي واحد اثنان ثلاثة بده الكسر الدال على عدد الذي يمثل عدد الاولاد فقط اول اشي بحط عدد المجموعة كاملة سواء ولاد وبنات سبعة اذا بده كم عدد الولاد كم من عدد ولد عندي في المجموعة اربعة بحكي اربعة من سبعة وتقرأ اربعة واسبعة اربعة من سبعة وتقرأ اربعة واسبعة الكسر الثاني الذي يمثل عدد البنات كم عدد المجموعة كامل وهي بالمقام سبعة كم عدد البنات الموجودين ثلاثة إذن ثلاثة من سبعة تقرأ ثلاثة أسبعة أرجع عيديا ثالث كمان مرة عندك هذا الشكل بدك تحكي لمجموعة من الأطفال هدولا في عندي ثلاثة بنات وأربعة وأولاد إذن ثلاثة بنات وأربعة وأولاد المطلوب منك إنه كم عدد المجموعة كاملة سبعة إذن هذا بدأ أكتب الكسر الذي يمثل عدد الولاد أنا مليش دخل بالبنات بالكسر بحدد لولاد بيروح على الأولاد بحدد لبنات بروح على البنات بحدد للون بروح الأجزاء الملونة بحدد على حسب ما هو مطلوب بحكي لي باللون الأحمر باللون الأصفر البسط على حسب الجزء الملون أو على حسب اللي بعطنية أحمر أولاد بنات على حسب المجموعة أما المقام جميع عناصر المجموعة كاملة كم عددهم كاملة إذن كم عدد الأطفال جميعهم من سبعة بحط بالمقام سبعة كم ولد عندي أربعة إذن أربعة من سبعة الكسر الذي يمثل عدد البنات ثلاث كم عدد المجموعة كاملة سبعة إذن ثلاثة أسباع وأربعة أسباع أتأمل الشكل ثم أجيب عن الأسئلة التي تلي عندي مجموعة من النجوم لونة منها ثلاثة باللون الأصفر وخمسة باللون الأحمر إذن عندي مجموعة من النجوم ثلاثة باللون الأصفر أو خمسة باللون الأحمر كم عدد النجوم كاملة ثمانية طب ما عدد الكل للنجوم نعد مع بعض واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن عدد النجوم الكلية ثمانية نجوم كم عدد النجوم الحمراء واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن أربعة نجوم حمراء إذن أي خمسة نجوم حمراء آسفة خمس نجوم حمراء كم عدد النجوم الصفراء ثلاثة إذن عدد النجوم الصفراء ثلاثة ما الكسر الذي يمثل عدد النجوم الحمراء بروح اللون الأحمر كم نجمي عندي إذن هم خمسة إذن بحكي إذن عدد النجوم الحمراء خمسة على عدد المجموعة كاملة هي تمانية إذن تمانية من خمسة أو خمسة أثمان إذن بدي الكسر الذي يمثل عدد من النجوم الصفراء كم عدد النجوم الصفراء؟ ثلاثة من عدد النجوم كامل الكلية تمانية ثلاثة أثمان طيب أرجع أيديا ثالث عندك مجموعة هاي المجموعة هائم وكونة من عدد من النجوم المطلوب منك إنك تحدد لعدد النجوم الحمراء وعدد النجوم الصفراء عدد النجوم الحمراء كانت خمسة وعدد النجوم الصفراء كانت ثلاثة عدد النجوم كاملة ثمانية بدي أكتب الكسر الذي يمثل عدد النجوم الحمراء بروح على الأحمراء بعدهم خمسة بحط البسط خمسة على خط الكسر كم عدد النجوم كاملة ثمانية المجموعة إذن خمسة وأثمان الكسر الذي يمثل عدد النجوم الصفراء عندي بروح عند عدد النجوم الصفراء كم نجم صفراء ثلاثة على عدد المجموعة كاملة ثمانية إذن ثلاثة أثمان. إذن فرقنا يا ثالث كيف الاختلاب بين الدرس الأول والدرس الثاني. الدرس الأول كان عندي شكل هو الشكل نفسه قسمته إلى مجموعة أجزاء. حددت البسط هي اللي بتعبر عن عدد الأجزاء الملونة. أما المقام عن عدد المجموعة كاملا. أما هنا في درسنا الكسر بوصفه جزء من المجموعة. أنا عندي مجموعة من النجوم. مجموعة من الأولاد. مجموعة من الأقلام. على حسب المجموعة. إحنا بنحط دائما بالمقام. زي ما كنا نحط بسبق عدد المجموعة كاملا. المقام إذن بعبر عن عدد المجموعة كاملا. أما البسط بالاختلاف. مثلا بحكي لك أنا بحدد لك اللون مثلا. بدي عدد الورود الحمراء. عدد الورود الزهرية. حسب اللون بنحط البسط. وهيك يا ثالث بنكون خلصنا درسنا لليوم. ويعطيكم ألف عافية يا رب.